نشر في الحساب الرسمي لسماحة القائد سيد مقتدى الصدر عزه الله اليوم الجمعة السادس من شهر تشرين الأول لسنة 2023 تغريدة جاء فيها بسم الله الرحمن الرحيم لا يسعني إلا أن أقف مستغربا أمام ما صرح به رئيس وزراء بريطانيا بما يخص المتحولين والمجتمع الميمي أو الشذوذ الجنسي إذ أعلن معارضته لذلك التحول وكذلك للمجتمع الميمي وأعلن معارضته لدعمه ونشره من خلال المدارس وغيرها بعد إذ كانت بريطانيا من أكبر الدول الداعمة للمجتمع الميمي والتحول الجنسي رسميا وحسب فهمي فإن الدوافع الحقيقية خلف هذا التصريح وإن كان من المحتمل أن تكون سياسية إلا أن لها جذورة أهمها عدم تجاوب الأغلب مع أفكار المجتمع الميمي المثلي الذي بدأت تتضح معالمه السيئة عند الشعوب وخصوصا مع حملات الإجبار على الانخراط بهذا المجتمع الشاذ والتثقيف للتحول الجنسي من خلال الحملات الإعلامية والقانونية والتربوية وما شاكل ذلك نعم إن الغرب الذي يدعي الديمقراطية تعودنا على الوقوف ضد المظلومين في العالم كدعمه للكيان الصهيوني ضد الفلسطينيين الذين تجرف منازلهم ويهجرون من مدنهم أو دعم الاحتلال الفرنسي وغيره في الدول الإفريقية المظلومة وغيرها والغرب ذاته يقف دائما للمجتمع الميمي الذي بدل نعمة الله كفرا واتخذ من المثيل زوجا ويحارب من يتطهر كما قال تعالى في كتابه العظيم في قصة نبي الله لوط وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون كما فعل الغرب ضد بعض الدول الإفريقية من تفعيل الإرهاب بعد أن أعلنت تلك الدول رفضها للمجتمع الميمي ومنعه في بلادهم وإننا نأمل من باقي الدول أن تحذو حذو ما أعلنه رئيس وزراء بريطانيا من رفض التمدد وفرض المجتمع الميمي في دولهم بل في العالم أجمع وكما نحذر الدول الإسلامية من الانفتاح المتزايد ومن التحرر الممقود الذي لا يفضي إلا إلى التطبيع وانتشار المثلية كما حدث في الحفل الخارق للأعراف المجتمعية العربية والإسلامية في عراقنا الحبيب وفي ظل دولة بن العباس فقد كان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون وبإشراف مباشر من السفيهة الأمريكية والتي أعلنت دولتها أنها أمة المثليين وأنا على يقين أن الشعب العراقي أمة الطهارة ويريدون أن يتطهروا ويرفضون الفساد والشذوذ وإن تكررت مثل تلك الحفلات فأنا على يقين بأن الشعب سيؤلن رفضه الموحد ضد التحرر المفرط وضد التمهيد للتطبيع والمجتمع الميمي والسلام ختام مقتدى الصدق